هجمات باريس الإرهابية ألقت بظلالها الثقيلة على الصباق الرئاسي في الولايات المتحدة عدد من مرشحي الحزب الجمهوري قاموا بتسويق الحادثة الإرهابية سياسيا في إطلاق تصريحات وصفت بالمشينة في حق المسلمين وطالبي اللجوء من السوريين الهاربين من أتون الحرب الأهلية إذا كان لديك طفل وتعلم أن هناك كلباً مسعوراً خارج المنزل سيكون عليك التأكد أنهم قضضوا على الكلب قبل إرسال طفلك إلى الشارع القضية هي أن هناك متطرفين جهاديين يريدون تدميرنا بالتأكيد سأقوم بجمع معلومات عن هؤلاء القادمين من سوريا إذ لم أستطع منعهم من المجيء لكنني سأمنعهم وإذا فزت في الانتخابات سأعيدهم من حيث أتوا نحن لا نستطيع إبقاءهم هنا تعليقات ترامب وكارسون جاءت في اليوم الذي صوت فيه مجلس النواب الأمريكي على قرار بتعليق استقبال لاجئين سوريين وعراقيين إلى الولايات المتحدة بعد تصاعد وطيرة الهجمات الإرهابية في أنحاء متفرقة من العالم الخطاب السياسي المتشدد للمرشحين الجمهوريين تجاه الإسلام بعد هجمات باريس أدى إلى تأجيج مشاعر العداء وجرائم الكراهية ضد المسلمين بحسب وسائل الإعلام المحلية فبالرغم من الجهود التي تقوم بها جمعيات إسلامية وسطية لتعزيز رسالة التسامح إلا أن الخطاب السياسي المتشدد الآخذ في الانتشار مدعوما بقوة الماكينة الإعلامية للجناح اليميني المتطرف يزيد من مخاوف المسلمين عقب حدوث أي عمل إرهابي هناك عديد من التهجدات جاءت إلى بعض المساجد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت تهجدات سواء كان مكالمات هاتفية أو خطابات أو اعتداءات بالكلام مثلا لبعض الأخوات الذين يرتدونه زي الإسلامي أو الحجاب يعني كل هذه الأشياء تحدث عندما تحدث بعض العمليات الإرهابية لكن رغم تصاعد حمى التصريحات التي وصفت بالعنصرية من طرف المعسكر الجمهوري إلى أنها سرعان مصطدمت بتنديد عبرت عنه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعدد من مرشحي الحزب الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة محمد الأحمد ستاينيوز عربية واشنطن